رقمي تي في أعلنت أواوي اليوم عن سلسلة هواتف ميت تونتي وكان فريق رقمي موجودا في مؤتمر الشركة في لندن لتغطية المؤتمر ونستعرض خلال هذا التقرير مواصفات هاتف ميت تونتي برو تصميم ميت تونتي برو يأتي بإطار معدني مع واجهة وخلفية مغطاة بالزجاج من نوع غوريلا غلاس 5 المقاوم للخدش والصدمات وذكرت أواوي أن خلفية الجهاز مغطاة بضبقة رقيقة جدا تجعل الهاتف مقاوما للبصمات وأسهل في المسك يأتي الهاتف بطول 157.8 مم وعرض 72.3 مم وسمك 8.6 مم ويبلغ وزن الهاتف 189 جرام تشغل الشاشة أغلب واجهة الهاتف مع قطع كبير في الأعلى يضم سماعة المكالمات الكاميرا الأمامية ومستشعرات الضوء بالإضافة إلى مستشعر خاص ثلاثي الأبعاد لفتح الهاتف بالتعرف على الوجه في خلفية الجهاز توجد الكاميرا الثلاثية والفلاش من الأعلى يضم الهاتف مستشعر IR ومن الأسفل يوجد منفذ توصيل USB من نوع C والذي يعمل أيضا كسماعة خارجية وعلى يمينه المايكروفون وعلى يساره منفذ تركيب شريحة الاتصال والذاكرة الخارجية أما على يمين الهاتف يوجد زر الطاقة وزرات تحكم في الصوت واستغنت أواوي في هذا الإصدار عن منفذ 3.5 ملي متر لسماعات الرأس ويدعم الهاتف خاصية مقاومة الماء والغبار بمعيارية IP68 Mate 20 Pro يأتي بشاشة مقاس 6.39 إنش منحنية الأطراف من نوع OLED بدقة 3120x1440 وكثافة بيكسل 445 بيكسل لكل إنش وبأبعاد 19.5 إلى 9 بالنسبة للعتاد فإن هاتف Mate 20 Pro مزود بمعالج كيرين 980 ثماني النواة بتردد يصل إلى 2.6 جيجاهرتز مع معالج ذكاء اصطناعي ثناء النواة وتقول أواوي إنه أسرع بـ 47% من الإصدار السابق وإن أداء الهاتف يقل بنسبة 5% فقط بعد مرور 18 شهرا بفضل محرك الذكاء الاصطناعي الهاتف يوفر رام ساعة 6 جيجا بايت وذكر التخزين داخلية ساعة 128 جيجا بايت ويمكن إضافة ذكر التخزين خارجية حتى ساعة 256 جيجا بايت لكنها ليست من نوع مايكرو SD بل من نوع NM وأواوي هي أول شركة تعلن عنها وهي بحجم نانو وهي أصغر من مايكرو وستكون في سلسلة هواتف Mate 20 وسيكون Mate 20 Pro هو أول هاتف يدعم أحدث تقنيات الاتصال بالجيل الرابع بسرعة تصل إلى 1.4 جيجا بيت في الثانية الكاميرا الأمامية بدقة 24 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.0 مع ميزة عزل الخلفية ويمكنها التقاط صور ثلاثية الأبعاد ويميزة نراها لأول مرة في أي هاتف أما الكاميرا الخلفية ستكون ثلاثية العدسات مثل هاتف P20 Pro العدسة الأساسية بدقة 40 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 1.8 وزاوية رؤية واسعة العدسة الثانية تأتي بعشرين ميجا بيكسل وفتحة عدسة 2.2 وزاوية رؤية ألترا وايد العدسة الثالثة بتقنية تيلي فوتو بدقة 8 ميجا بيكسل وتساعد على التقريب البصري حتى ثلاثة أضعاف ويمكن التقريب الرقمي حتى عشرة أضعاف واستعرض مسؤول الشركة خلال المؤتمر قوة الكاميرا من خلال عرض صور في ظروف إضاءة سيئة وكذلك إمكانية الكاميرا في التقاط صور بزاوية واسعة جدا كما يمكن التقاط صور مع قرب كالتي يتم التقاطها بعدسة مايكرو دون الحاجة إلى عدسة خارجية ويمكن للكاميرا التعرف على عدد السعرات الحرارية في الوجبات المختلفة من خلال التعرف على مكونات الطعام من خلال ميزة التصوير ثلاثي الأبعاد البطارية بساعة 4200 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة وتدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي وقالت أواوي إنه يدعم الشحن السلكي بقدرة 40 وط مدعية أنه أسرع من آيفون XS Max بنسبة 440% ويمكنه الشحن حتى 70% خلال 30 دقيقة فقط كما يدعم الشحن اللاسلكي السريع كأول هاتف من أواوي الذي تتوفر فيه هذه الميزة وذكرت إنه الأسرع من بين الشواحن اللاسلكية أيضاً الميزة الجميلة أنه يدعم شحن هاتف آخر لاسلكياً من نفس الجهاز وهنا ساخر رئيس الشركة من الآيفون ودعا مستخدميه لشحن هاتفهم بالميت 20 النسخة العادية من الهاتف تأتي بشاشة مسطحة مقاس 6.53 إنش وبكثافة 402 بيكسل لكل إنش بدون مستشعر التعرف على الوجه وقطع أصغر بكثير في أعلى الشاشة الكاميرا الخلفية أيضاً بدقة أقل حيث تأتي العدسة الأساسية بدقة 12 ميجا بيكسل والعدسة ذات زاوية الرؤية الواسعة ألتروايد بدقة 16 ميجا بيكسل أما عدسة التقريب البصري فهي نفس العدسة أما مستشعر البصمة فهو في خلفية الهاتف وليس مدمجاً في الشاشة ويوفر هذا الإصدار منفذ 3.5 ميلي متر وببطارية أقل بسعة 4000 ميلي أمبير وهاتي الهاتف بألوان الوردي والأزرق والأخضر والأسود بالإضافة إلى اللون المميز للأواوي وهو تويليت وسيكون بسعر يبدأ من 925 دولار للنسخة العادية وألف ومائتي دولار للنسخة برو ويبدو أن هذه الأسعار موجهة للسوق الأوروبية ونأمل أن يتوفر الهاتف في أسواق الشرق الأوسط بأسعار أقل ترجمة نانسي قنقر